مدينة التربة تستعيد الهدوء بعد اشتباكات عنيفة اندلعت مساء الخميس بين قوات أمنية وعسكرية على وقع تمرد كاد أن يحول ثاني أهم مدينة في محافظة تعز إلى ساحة حرب مفتوحة الاشتباكات اندلعت إثر قيام مقاتلين من الشرطة يتبعون مدير أمن الشمايتين العقيد عبدالكريم السامع بمعاونة أفراد من الجيش قدموا على متن ثمانية أطقم وحاصروا مبنى مديرية أمن التربة الذي كان يتواجد فيه مدير أمن محافظة تعز العميد منصور الأكحلي الحصيلة الأولية لهذه الاشتباكات تشير إلى سقوط خمسة من رجال الشرطة ومدنيين ما يشير إلى مدى عنف تلك الاشتباكات التي دارت في واحدة من أكثر مدن البلاد اكتظاظا بالسكان تساؤلات تطرح حول مغزع اعتراض محافظة تعز نبي الشمسان على قرار مدير أمن محافظة تعز تغيير مدير شرطة الشميتين فقد وجه المحافظ من مقر إقامته في العاصمة المصرية وكيل أول محافظة تعز بإبطال قرار مدير الأمن القاضي بنقل مدير شرطة الشميتين إلى منصب آخر توجيه جاء إثر قيام قائد الشرطة المقالب الاعتراض المسلح على قرار تغييره على نحو تحول معه هذا القرار الروتيني إلى مدخل خطير للعنف ذهب ببعض المراقبين إلى ربطه بتطورات عدن في ظل توقعات بأن تشهد محافظة تعز عملية مشابهة بذات الذرائع والأدوات قيادات سياسية بينها رئيس مجلس النواب سلطان البركاني ومستشار الرئيس اللي ورشاد العليمي دخلت على خط التهديئة ودفعت باتجاه إنهاء الاشتباكات في مدينة التربة بما سمح بإنهاء الحصار الذي فرض على مقر شرطة الشميتين بعد أن تم الاتفاق على أن تتسلم قوات الأمن الخاصة المقر إثر خروج مدير أمن تعز منه تدخلات كهذه لم تنجح على ما يبدو في تطويق التداعية الخطيرة لاشتباكات التربة فعلى صلة بهذه الاشتباكات اندلعت معارك عنيفة في مديرية المعافر وبالتحديد في البيرين والكلائبة الواقعتين على خط تعز التربة بعد أن اعترض مسلحون تابعون لكتائب أبو العباس الإرهابية المدعومة من الإمارات بمساندة جنود من اللواء 35 حملة أمنية قادمة من تعز المعارك وفقاً لشهد عيان استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة وتسببت في تهديد خطير لحياة سكان الوناطق الواقعة في محيط هذه المواجهات وفي مفاقمة معاناتهم الممتدة منذ سنوات